السلام عليكم قبل اي حاجة صلوا على رسول الله السواقة في مصر ده عنوان الفيديو طبعا الموضوع يطول شرحه بس احنا هنتكلم المفيد المختصر ماشي والحالات اللي شفتها قدامي والحالات اللي حصلت معي في حالة استعجار رهيبة جدا جدا وقبل اي حاجة كده بدون تعصب حاوزين نكنع بعض يتكنعني يكنعك طبعا التسرع ده موجود وشايفينه من جميع السواين العربيات المستقبلية التكاتك يعني مش عاوز اقول العجل كمان لو واحد ماشي قدام واحد ماشي وراء اللي قدام ده بيهدي عشان قدامه مطب الوراء تيت تيت عاوزوا يعدي بسرعة طب ما هو اللي قدام ده ما هو عاوز يمشي برضو إلا يخليه يقف يعطر الطريق حاجة تانية لو انت مسلا بتعد مطب والعربية وطية زي عربيتي كده لازم تاخد المطب بجنب ناحية الشمال ناحية اليمين فطبعا قبلها بدي اشارة ان انا هدخل هدخل شمال او يمين تمام او بدي انتظار عشان الوراء يفهم ويهدي الوراء مش بيفهم المهم بيعدي المطب من ناحية الشمال او اليمين لو انا عديت شمال بلاقيه هو بيعدي من ناحية اليمين بتاع العربية او بتاع التوك توك او المتسكل طيب كده في قانون في الدنيا ان انت تعدي عربية في مطب لا طبعا مفيش انا حصل معا موقف زريف كده من كام يوم كنت واقف على طريق يعني بعد ما عديت الطريق الرئيسي ودخل على الكبر البلد في عربية واقف قدامي فمعطنها الحركة اللي هو الايه اللي اتجاه اللي انا ماشي فيه فانا طبعا واقف لما هي تمشي او الطريق الموابل او الطريق الموابل يقف الطريق الموابل ده جاي عربيات وتكاتك المهم واحد وقف ورا بتوك توك عملت تلكسات تلكسات فقولت له اصبر كده طلعت ايدي مش باك وبقول له اصبر فبرضو تيت تيت المهم روح تنزل له وقولت له يعني انت يعني بتفهم ولا مش بتفهم او بتشوف ولا لا يعني انت مش شايف الحركة ماشي في الاتجاه التاني والعربية اللي قدامي عطلانة اصبر لما الطريق يفضى وهنا نمشي احنا الكل يعني انا مسلا عاوز اعطل الطريق قال لما انت موقف الطريق قلت له انت شكلك مش بتفهم وراح تسايفه وماشي وانت زارت لما الطريق فتح ومشيت اه في حاجات تانية لو واحد مسلا ماشي بالراحة في واحد وراه برضو عمال يستعجله ويزمره عشان ايه يمشي طبعا انت برضو اعمل حساب اللي قدام ده ممكن عنده ظروف عنده حاجة مش عارف يمشي سريع فانت احترمه ولما طريق يفتح قدامك يتوكل على الله ويمشي تمام يعني في حاجات كتير الواحد بيشوفها صراحة بيعلق عليها اللي راكم مسك ما بيديش نفسه مساحة لما ايجي عدم العربية ان هو يدخل قدامها مسلا شمال او يمين لا ده على طول اول ما ايجي جنب الفنوس ليه راح داخل كده طب ما تدي نفسك مساحة بحيس لراكب العربية لو دايس مسلا بنزين مرة واحدة ما يخبطكش وتقع زي مسلا من كم يوم كان جاي هنا نائب وزير العدل او المساعد بتاعه عشان يفتتح المحكمة طبعا في مداخل البلد في حفر ونؤر ومطبات نزلة تحت في الارض جابوا رمل وزبطوا الحاجات دي كلها ورشوها مية وخلوها ايه زي الفل طب ليه طيب بتعمل تفرق وانت لما تروح تعبر ربنا هتقول له اصل ده كان مسئول مهم والشعب ده مالوش لازمة في الحياة يعني ما وكلنا بنى ادنين زي بعض طبعا انا مش هفرض رأيي على الناس دي وجهت نظر حاجات حصلت معي واحتكت بيها وشفتها فانا بحكيها بتمنى ان الناس يكون عندها صبر وهدوء عشان الحياة تمشي بسلاسة بدون مشاكل بدون اي ازعاج لحد وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع واتمنى تشرفوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هتكلم في مواضيع تخصنا كلنا يمكن نكون سبب في حل حاجة منها شكرا في امان الله